يواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة وذكرت وكلة الأنباء السعودية أن طائرة الإغاثية السعودية السادسة والعشرين غادرت إلى مطار العريش الدولي وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شاملات مواد طبية وإيوائية تزن 24 طن ضمن الحملة الشعبية لإغاثات الشعب الفلسطيني الشقيقة في قطاع غزة